السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الكاتب من الموقع الجميلة جداً هتلاقي فشوة مزايا بإذكار الإسلامية تقدر تصمم حياة كتيرة جداً خلينا مثلا نجرب نحن نتصمم صورة فممكن نقول له مثلا عندنا الصورة ذيت وقول له إنشاء فهو يبقى يصمم لك مركب سيد في منتصف المحيط مش بقى كوبي بيست من جوجل سيرش او من حركات البحث فهو بيصمم لك صورة بيجيب مركب سيد من مكان والمحيط من مكان ويبدأ إنه يعمل لك الصور وانت بدأ تشوف أفضل صورة تحتفظ بها وهو بيستفاد من الاختار بتاعك ويبدأ إنه هو يسجل الصورة دي تصميمها كويسة تمام؟ يعني دي صورة دي صورة دي صورة فهو بيشوف أن البشر هيفضله عن الصورة بحيث إنه لما يترب منه تصميم يعمل زيها لأنه يعتبق زي فغزية عكسية مثلا أنا عجبني دية الصورة دي ممكن تسايف الصور ممكن تعمل هفزة كل الصور ممكن تقول له أنا عايز أصمم صورة الموقع بش بس صور لا فيه إن أنت تقول له أكتب لي مقال معين مثلا ممكن تقول له أنا عايز مثلا كتبة مقال كامل أو أعدف بيانات المقالة ممكن تقول له مثلا كتب براس يقول لك عايز كامل اكتراح عايز نستطيع اكتراحات العربية عايز فكرة المحتوى إيه مثلا ممكن تختار حتى لو موضوع حريص يعني مش لازم يكون عادع لي كذا السنة ممكن تقول له مثلا ممكن تقول له مثلا البن السافة عند صورة الجمهور إن أنت عايز تخطبه ممكن فعلني بلد مثلا أي بلد عايزها أي سلوب سلوط المحتوى ممكن مثلا مدود مثلا دمار المستخدمة الدمار المستخدمة الدمار المخاطب نوع المحتوى مثلا فقرة قايمة كما انت عايز ممكن تعملها عايز سيال وجعب ممكن منتظر أن أقول له إنه ديه يجبت وتقول له كتب لي المقالة ممكن تقول له صور المحتوى يبدأ يدفلك صور للمقالة تحتك فبدأ يكتب لي المقالة تحتك والجميل إنه ستطلق المراجع التي تقدر ترجع عليها وتضيفها للبحث من ضمن المزايا أيضا في كاتب أن تستطيع تربط الوورد بريس أو البلوجر تقول له ده في موقع وتضيف الموقع سواء الوورد بريس أو بلوجر هذا لي تقدر تنشي مقالات وتنشرها باسمك على الوورد بريس وتضيف الموقع الرابط وتضيف بيانات الإيميل وكلمة السر للموقع وهو أوتوماتيك سنشر لك في الموقع الموقع أيضا في إضافات أو بلوجنس أو أدنس تقدر تضيفها لحساب تحتك إنه ممكن تعمل مثلا مقالات متعددة تصدير للمحتوى يصدروا لك كتيكست أو بيدي اف أو دي كومنتيس لما تكتب أي مقالة تلاقي فوق تصدير وتقدر تصدر لدوك فحص النسخ بحيث أن بلوجرزم يتأكد إنه فيش نسبة اكتباسات عالية وفي صور متعلقة اللي نحن شاهدنا إنه ممكن تضيف صور للمقالة تحتك تمام؟ الأجنس دي فعلا ضفتها أفادتني فحص النسخ بحيث تأكد إن من نسبة البوجرزم أو الاتطباسات هي المقالة تحتك بديم مهمة لو أنت ممتنم بحس العلمي أو حتى لو مش ممتنم بحس العلمي لكن جوجل ما يلعيش أن أنت بواخد كوب بيست من المواقع تانية